موسيقى هذه القطارات صنعها بيديه ملك الترفيه في العالم وولد ديزني قد لا يعرف الكثيرون أنه كان مولعا بها لدرجة أنه كان يمضي الساعات ليصنع منها نماذج في مزرعة منزله كارلوود وكأنه مشغل خاص له سماه بمكانه السعيد يتقطر الزوار اليوم لمشاهدة هذه القطاع الملهمة في بدحف جمعت فيه داخل منتزه غريفث في لوس أنجلس لتكون شاهدا على بداية مشوار طويل بعض الأشياء التي تجعله في المنزل We have one of the original trestle bents from the property. It's one of two that are known to exist. We have one of the gondola cars that was part of the Lily Bell locomotive train that ran in the backyard. We have a switch stand. We have the CTC board, which he could actually, in 1950, he could see the train moving around his property, which I think is incredible. إنه سبب في سنة الفيديو ويجب أنه هو أعجب بيطارك. عندما كانت أصبحت مدينة، كانت أصبحت في سنة الشعور. كانت أصبحت مدينة في السنة المساعدة في السنة المتابعة. كانت أصبحت مدينة في السنة المتابعة. بنى وولد ديزنين سكة قطار كارلوود باسيفيك بثم حجم السكة الحقيقية في مزرعة بيته على تلال هومبي عام 1950 وكان هو من يقود قطاره لأجل العائلة والأصدقاء لمدة ثلاث سنوات فكانت كل ما في السكة يشعل خياله ويقوده إلى بناء عالمه المرح الساحر لجميع العائلات ديزني لاند والعائلات ديزنين حتى عام التنزرح الإصلاع والمزارة الاندان أمتلك فقط عن مدينة مدينة في صفحة نظر في عربي، فبقية اشهر لكم في صفحة لجنة وارد كما تنمتلك إذا كان يمتلك كذلك فقد نحن رائل رودي وما تحدثت فيها مدينة وفقية ومتلك فقد نحن سيدا وفقية أمام أنه رائل رائل 85% من هذه القطع أصلية يستشعر من هزائر نفحات من الحياة الخاصة والأغراض الشخصية لهذه الأسطورة دون أي مقابل مادي فهذا المكان يعرف بأنه المنتزه المجاني الوحيد من ديزني اشتركوا في القناة